يوجد عدة طرق عمل على موقع أمازون واحد من هذه الطرق هي طريقة الـ Private Label وهي عبارة عن إنتاج منتج خاص بك وعليه سيكون الماركة الخاصة بك وفي هذا الفيديو سأريكم ترتيب نظام العمل لهذه الطريقة والخطوات التي يجب اتباعها لتنظيم مشروعكم كما يجب مرحبا انا ردة عازم من كامبوس اكاديمي تختلف طريقة البيع بمجال الـ Private Label عباقي الطرق الأخرى لأنها تتطلق الصبر والانتباه لعدة تفاصيل بالتدقيق في البداية عليكم بدء أخذ أفكار عن المنتج الذي تريدون إنتاجه في حالة إيجاد المنتج عليكم بدء العمل بحث أسواق في موقع أمازون عن المنتج ومن هم التجار الذين يبيعون المنتج ومراقبة أداء مبيعاتهم لهذا المنتج هكذا يمكنكم بناء مدى الطلب على هذا المنتج وكم يباع منه خلال الشهر مرحلة بحث الأسواق هي أهم المراحل ويمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهر حتى لذلك عليكم التأني بالصبر وعمل بحث أسواق مستمر ولا تتتبعوا أحاسيسكم وإنما اتبعوا البيانات التي ستستخرجونها من بحث الأسواق المرحلة الثانية هي بدء البحث عن الموردين لبدء إنتاج المنتج في هذه المرحلة عليكم التفاوض مع عدة موردين ورؤية الأسعار التي يعلمونها أو سيرفرونها لنا ليس دائماً المورد الذي يقدم سير أقال هو المنائم عليكم تفحص المورد ومدى مهنيته وإذا يمكنكم الوفق به عند الاتفاق مع إحدى الموردين تنتقلوا للمرحلة الثالثة وهي تصميم المنتج وتفاحصه بعد الاتفاق مع المورد على جميع التفاصيل للمنتج وتختاروا التصميم الذي تريدونه وترونه مناسب للمنتج تطلبوا من المورد أن ينصد لكم لموذج هذا المنتج لتفحصونه وتتأكدوا من جودة المنتج وأن كل شيء على ماريو رام ومن ثم تنتقلوا للمرحلة الرابعة وهي بناء سفحة المبيعات للمنتج على موقع أمازون ويجيب بنائها بطريقة مهنية وهي المرحلة المهمة في هذه عدة المراحل المرحلة الخامسة هي الموافقة على تصميم المنتج للمورد وشحن المنتج لمخازن الأمازون والمرحلة السادسة عند وصول المنتج لمخازن الأمازون عليكم البدء بإعلان وترويج المنتج في موقع أمازون من خلال استخدام الكوبونز أو حملات البي بي سي الموجودة داخل موقع أمازون هذه مرحلة أيضا مهمة جدا لنجاح مشروعكم على موقع أمازون من ثم تراقبوا أداء المبيعات للمنتج وتطلبوا المنتج مرة أخرى إذا لازمها الغم من خلال تقدم أداء المبيعات لمنتجكم يمكنكم بدء البحث كيف يمكنكم تقليل التكاليف إما من خلال التفاوض على كمية أكبر مع المورد أو نفترض سحن المنتجات عن طريق البحر وليس جوا الشيء المهم لكل مرحلة معدم التصرف وأخذ الوقت اللازم لإنجاز المرحلة بطريقة كاملة وسليمة أعتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتم معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي استفسارات أخرى لخصوص البيع على موقع أمازون أو موقع إيبي أرجو كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا والضغط لايك على الفيديو سأراكم قريبا اشتركوا في القناة